وليسا كلامنا مع حضراتكم عن العالمين الجديدة ومهرجان العالمين الجديدة مستمر دلوقتي خلينا نروح لزاملنا أحمد الحسيني عرفنا على أجواء مدينة العالمين بعد انتهاء المهرجان وحركة السياحة في المدينة صباح الخير عليك يا أحمد صباح الخير يا جمالة صباح الخير يا شازلي أنا هاخد من كلامك وأقول أعتقد أن الكلام عن مهرجان العالمين في دورته الأولى وعن مدينة العالمين مش هيخلص وده يمكن ده اللي أنا لاحظته مبارح مبارح أنا كنت في الممشى السياحي تجولت في المكان وفي المول التجاري وكلمت مع عدد من المواطنين سواء اللي شاركوا في فعاليات المهرجان على مدار أيامه الخمسين أو اللي كانوا من زوار السحل الشمالي وحضروا وكمان كان فيه طبعا زوار من العرب والأجانب كلهم أعربوا عن ساعات كبيرة جدا بما حدث على مدار أكتر من خمسين يوم أو تحديدا 52 يوم من 13 يوليو لغاية 2 ستمبر ما زالت الأصداء الكبيرة وردود الفعل القوية عن فعاليات معرجان العالم على مين مستمرة لغاية هذه اللحظة فيه مطالبات كتيرة من الجمهور ومن المواطنين أن يكون فيه دورة شتوية على غرار الدورة الصيفية اللي أقيمت الفترة اللي فاتت وكمان كان فيه حالة انبهار واندهاش كبيرة جدا بما تم إنجازه في مدينة العالمين الجديدة هذه المدينة التي أصبحت هي فعلا وجهة سياحية لكل أنظار العالم للسياحة الخارجية والسياحة الداخلية نبنكلم عن مدينة متكاملة وشهدت فعاليات مهرجان متكامل مهرجان نحن نحن نمش نتكلم عن مهرجان لحفلات فنية فقط ولكن فعاليات رياضية وأنشطة ثقافية وترفيئية وطبعا الحفلات الفنية وطبعا كلنا تابعنا معاكم حفل الختام لفرقة شارموفرز وقد إيه كانت حفلة رائعة وتنظيم من الشركة المتحدة كان أكتر من رائعة يمكن دي الرسالة الأخيرة اللي أنا بنقلها ليكم من مدينة العالمين عن مهرجان العالم عالمين ولكن في النهاية أنا حابب أختم بمعلومة جميلة معنى كلمة عالمين يعني إيه طبعا هو عالم في اللغة بيعني جبل ومدينة العالمين طبعا هي مدينة بيرجع تاريخها لسنة 300 ميلادية يام العصر الروماني هنا في مصر وكانت مركز تجاري وطبعا عالم بيعني جبل ولأن مدينة العالمين بضحقة ما بين جبلين هو جبل الملح وجبل الطير فبالتالي اسمها مدينة العالمين أي الجبلين وهذه المعلومة حاببت أختم بها لكم وعودة مرة تانية بنشكرك ياحمد شكرا جزيلا وبكل تأكيد نكون معاك في متابعة مستمرة بشكل يومي لمعرفة أصداء هذا المهرجان وتأثيره على حراكة السياحة شكرا جزيلا لك